مساء الجمال عاملين ايه يا رب تكونوا بخير نهاردة هنحضر مع بعض الجبنة لتشادر من ربع كيلو جبنة ان شاء الله هنعمل كيلو نص جبنة تشادر حلوة جدا وطعمها جميل وطبعا بنستخدمها مع البيتزا بنأكلها بنعملها مع البيض المقلي بتبقى حلوة جدا 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 وبتنفع سندوچات للمدارس وكل الوصفات اللي انتو حبينها بهذه الطريقة دي لكل البنات اللي موجودة في ايطاليا وبتحب الجبنة لتشادر مش عارفة تجيبها منين فدي الطريقة حلوة قوي هتخليك تعملي احلى جبنة تشادر وكمان جميلة جدا فيلا بينا نشوف المكونات بتاعة الجبنة دي هتكون عبارة عن ايه يلا بينا نشوف المكونات والطريقة على طول مكوناتنا سهلة جدا جدا وبسيطة شايفين حبة صغيرة خالص كل اللي احنا نحتاج هنحتاج كوب من الزبدة وكوب من الدقيق وكوب من النشا وكمان لون اصفر لو حبة او لون برطقاني بالشكل ده لو انت حبة مش حبة خلاص ممكن تعمليها بيضة وكمان عندنا ربع كيلو من الجبنة الموزاريلا المبشورة ومعلقة صغيرة من الملح الابيض وكمان ربع كيلو من الجبنة لتشادر وكمان عندنا كيلو لبن يكون كامل الدسم المكونات دي هنعمل فيها ايه كل المكونات بتاعتنا دي هنقلبها كلها على البارد خالص خالص لحد ما تبدأ تدوب معنا فطبعا هنجيب حلة بالشكل ده وهنحط فيها اللبن وهننزل عليه بالنشا والدقيق والجبنة الموزاريلا والجبنة تشادر والملح ونقلب كل المكونات دي مع بعض وياريت تقلبي بمضرب سلك لان ده بيديكي سهولة ان المكونات تندمج مع بعض اول ما حسن ان المكونات بتاعتي اختفى من اللبن هبدأ ان انا ارفعه على النار واول ما الجبنة تبدأ تسيح معاكي هتبدأ ان انت تضيفي اللون بتاعك لو ما فيش لون ما فيش مشكلة ممكن تعمليها بيضة تمام انا كده بقى ضيفت كل المكونات هنبدأ نقلب مع بعض كده واحدة واحدة شايفين في الاول هتحسن ان المكونات ما بتندمجش معاكي بسهولة زي ما قلت فان فيش مشكلة حاولي تقليبي فيه على قد ما تقداري وبعدين ترفعيه على النار انا هنا رفعته على النار لمدة خمس دقايه بالشكل ده شايفين الجبنة المتصرلة ساحت معايا والجبنة للشيدر فانا كده هحط دلوقتي اللون بتاعي درجة اللون اللي انا عايزاه وبعدين هرفعه على النار يتقل معايا اللون اللي عندي عشان الناس كتير هتسأل ده لون اصفر وكان عندي لون احمر فانا قلبته الخطوة دي مش متصورة لحد ما اداني اللون الورانج اللي انا حابة اعمله واول ما يبدأ يتقل معايا خالص بقى بالقوام ده انا هنجيب قالب وندهنه بالزيت وهنحط فيه الخليط بتاعنا ونسيبه يبرد حوالي ساعة وبعدين يدخلوا التلاجة بيقعد في التلاجة من اربع لخمس ساعات وبعدين بتطلعيها تقطعيها شريح وبتقدميها عادي جدا وبتبقى معاياك حلوة قوي قوي ممكن يا ريت تعمليها من بالليل وتبقى تقطعيها الصبح بتبقى احلى ويا رب الوصفة تعجبكم